هو إيه الفرق الحقيقي بين جفارة وبين أسامة بن لادن لكنكم تحبون الكفار يا أخي بصناعة محلية تقليد بتقليد الناس بدأ المنتج الأصلي يعني عرفت كيف الاتنين نفس قصة الشاب اللي من أسرها معه فلوس وبيروخ طبعا جفارة أصلا من أسرها يسارية ومنينها كل القصة يعني وتطوراته الفكرية مفهومة لكن هو إيه الفرق الحقيقي بينه وبين اللي هو كان بعمله بين أسامة بن لادن الاتنين كانوا بيرهبوا الناس الاتنين كانوا بقتلوا الناس لا والمشكلة أنه الاتنين كمان شاركوا بعقيدة فرض الثورة على الآخرين يعني بأحد الشغلات اللي عملها جفارة أنه هو طور عقيدة حرب العصابات اللي فيما بعد سموها الفوكيزمو المبدأ الثاني هي ثلاث مبادئ أنه حرب العصابات هي الطريقة مشروعة للدفاع ضد الأنظمة الرئيسمالية وتحرير الشعوب المبدأ الثاني هو الإشكالي هو أنه حتى لو ما كان مجتمع جاهز لثورة نحن مفروض نعمل عصيان مسلحة أو ثورة مسلحة والمجتمع يلحقنا نحن مفروض نعمل عصيان مسلحة أو ثورة 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 مسلحة أو ثور